اطلق معهد الادارة العامة برنامج اعداد الكوادر البحرينية للمشاركات الخارجية بحضور سعادة السيدة أوكايا ساكو سفيرة اليابان لدى مملكة البحرين والسيد أحمد محمد الدوسري سفير مملكة البحرين لدى اليابان وبهذه المناسبة أكدت سعادة الدكتورة الشيخارنة بنت عيسى بنت عيجاء الخليفة المدير العام لمعهد الادارة العامة على أن الشباب البحريني مرتكز أساسي في الخطط التنموية كون الاستثمار في الشباب وتمكينهم أحد الأهداف المحورية ضمن الخطط والاستراتيجيات الوطنية التي تترجم رؤى جلالة الملك المعظم وتحظى بمتابعة مستمرة من سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء مدعومة بالمبادرات والمشاريع الشبابية المبتكرة من سمو مثل جلالة الملك للعمل الإنسانية وشؤون الشباب أشارت سعادته إلى أن المعهد يسعى من خلال البرنامج إلى توفير برنامج تدريبي متخصص يُعنى بإعداد الكوادر البحرينية المستفيدة من برنامج التدريب العملي العالمي المقدم من تبكين أضفت سعادة الدكتورة أن البرنامج يرمي إلى تأهيل وإعداد المشارك من خلال مجموعة من الوحدات التدريبية التفاعلية التي ستسهم في تعزيز دوره تجاه القيم الوطنية والهوية البحرينية